مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم هو اليونت الثالث الدرس الرابع عنوان الدرس لعبة كرة السلة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجي الفيسبوك الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط نبدأ بالدرس يونت ثري لسون فور اليونت الثالث الدرس الرابع The Basketball Game لعبة كرة السلة بالبداية بالفقرة الأولى يقول لي read and work out the meaning of the words in red اقرأ وقم بحل معاني الكلمات اللي باللون الأحمر نانا منطيني opposites المعاكسات إذن رح نطلع مجموعة من المعاكسات المهمة جدا بالامتحان التحريري بسؤال الإملاء يقول لي this is the result of the basketball game هذه هي نتيجة مباراة كرة السلة بابل سكستي كاركوك ففتي فور بابل ستين وكاركوك أربعة وخمسين بالبداية يقول لي بابل وان ده جيم كلمة وان معناها فازة هذه الكلمة الأولى اللي رح نعرف شنو معاكسها كاركوك لوس ده جيم كاركوك هي من خسرت المباراة إذن وان فازة عكسها لوس ده معناها خسرة هذه أول معاكسة نعرفها بهذا الدرس حاولت تحفظون ملاها ثالثا بابل بيت كاركوك بيت معناها غلبة غلبة يعني فازة علي نفس الفكرة مع الوان كاركوك لوس ده بابل كاركوك هم يعني لوس ده جيمة خسرة أو هزيمة هزيمة من قبل بابل إذن اللوست معاكسها أما وان أو بيت اثنينات تعتبر معاكس لكلمة واحدة اللي هي كلمة لوس لكن كل واحدة لها معنا زين استاذ شون تجيني بالامتحان مثل ما تعودنا سابقا بسؤال الإملاء مثلا يقول لي عكسها بعد زين بيت شنو عكسها انت لازم تعرف انه عكسها مثل ما وضحنا البيت عكسها شنو لوس تكتب له لوس يا سؤال بسؤال الإملاء إذن ذنني كلمات يجب حفظها كإملاء إذن خلصنا الفقرة الأولى قدنا أربع كلمات معاكسات عرفنا من خلال ان المباراة بين بابل و كاركوك عرفنا أربع معاكسات اللي هدنا لون عكسها لوس و البيت كذلك عكسها لوس منتقل إلى الفقرة الثانية يقول يريد كونفرزيشن اقرأ المحادثة ودس سامر ساي ما الذي يقوله سامر محادثة بيا شخص اسمه هلال وشخص اسمه سامر لكن يلاحظوا أن الكلمات أو الجمل اللي قالهن سامر محذوفات يقول لي كمل هاي الجمل المحذوفة بالنهايات المناسبة إلها من الاختيارات اللي منطنيها يعني هو مثل ما أوضح لي على شكل توصيل هذا التمرين بعض الشيء مهم شن يا نستاذ بعض الشيء مهم يعني من الممكن أنه خمس ست جمل من هذا التمرين تجيك بسؤال التوصيل اللي هو سؤال المفردات السؤال الثالث فأنت لازم توصل كل سؤال أو كل جملة بالنهاية المناسبة إلها مثل ما رح نجي نحل إن شاء الله زيان أستاذ على شنو يعتمد على حل هذا التمرين تعتمد على معاني هذه الجمل فلازم تحفظ معاني هذه الجمل وتركز وياها تحاول ترجم وياها أما بكتاب الطالب أو تنقلهم بالدفتر على متحفظهم على متحفظ كل جملة وشن معناها وشن النهاية المناسبة إلها فهلال يتحدث يقول لها سامر يا سامر لقد كان ذلك مريعا كيف خسرنا؟ فش يرد عليها سامر نجي نترجم كل الجمل على ما نعرف شنو الجملة المناسبة إلها سيقول لها شون خسرنا إحنا فيرد عليها المفروض سامر يقول لها ما الذي يمكننا فعله علينا أن نصبح أكثر لياقة هذا غير مناسبة لم يكن ذلك في مسابقة متى يمكننا أن نحظى بها غير مناسبة لقد فزت بنقاط أكثر مني أنا أنت دائما ما تفعل ذلك دعنا نواجه الأمر نحن لسنا ذوي لياقة تلك فكرة جيدة سوف نقوم بالقفز الأعلى كذلك هذا غير مناسبة سوف أراك قطلة نهاية الأسبوع المقبلة في مركز الرياضي كذلك غير مناسبة لقد كان خطأي هلال لقد كنت فضيعا هذا أكثر جملة مناسبة للسؤال الأول فأوصل الحرف F بالنقطة الأولى يسيل يقول لها سامر لقد كان ذلك فضيعا كيف خسرنا يقول لها أو يرد عليه لقد كان خطأي يا هلال لقد كنت فضيعا النقطة الثانية أو الجملة الثانية قل لها أنت على الأقل أنت ربحت مجموعة من النقاط فهذا شناش رح يرد عليه يقول له ماذا لقد فضت بنقاط أكثر مني أنا ودائما ما تفعل ذلك يقول لها على الأقل أنت فضت بمجموعة من النقاط يقول له لا أنت اللي فضت أكثر من عندي بالنقاط المهم يرد عليه هلال I know other people are fitter than us أعلم الأشخاص الآخرين أو الفريق الآخر كانوا أكثر لياقة منا انتبهوا على هذه الجملة لأنها مهمة بعد شوية رح تفيدنا بموضوع المقارنة Other people are fitter than us هاي كلمة than معناها من فتر صفة مقارنة الفريق الآخر كانوا أكثر لياقة منا and they can run faster ويمكنهم أن يركضوا بسرعة They can beat us at anything يمكنهم أن يغلبونا بأي شيء شنو هو النهاية المناسبة لهذه الجملة What can we do ما الذي يمكننا فعله We have to get fitter علينا أن نكون أكثر لياقة هو إيجابه يقول له يقول له ذو لك كانوا أكثر لياقة من عندنا كذا لا عدنا شنسوي لازم نكون أكثر لياقة من عندهم Let's have competition Just you against me قل لزيان خل نسوي منافسة بيني وبينك فقط أنا وأنت شنو النهاية المناسبة لهذه الجملة يقول له good idea تلك هي ثكرة جيدة We'll have 10 meters race سوف يكون أو علينا أن نحظى بيرس سباق الميت متر وسوومنغ ريس وسباق السباحة والقفز اللي أعلى إذا نوصلها بالحرف D I jump but I jumped higher than you last week قل له القفز الأعلى لكنني قفزت أعلى منك في الأسبوع السابق شنو يرد علي يقول له that wasn't a competition when shall we have it قل له تلك لم تكن منافسة متى يمكننا أن نحظى بها وأوصلها بالبي Next weekend في نهاية الأسبوع المقبلة swimming running and high jump أوكي قل له بالأسبوع المقبل سباحة وسباق وقفز للأعلى هل ذلك جيد؟ يرد علي بالنقطة الأخيرة يقول له أوكي I'll see you next weekend حسنة سوف أراك في نهاية الأسبوع المقبلة at the sports center في المركز الرياضي هذا ما يخص هذه الفقرة هذه الفقرة مثل ما وضحنا من الممكن أن تجيك على شكل توصيل لكن نادرة أن تجي بالمتحارة التحريري لأن شوية الحل ما لا تكون معقل ويعتمد على المعاني كثيرا الآن ننتقل للفقرة الثالثة أو موضوع مهم جدا اللي هو موضوع المقارنة بداية اللي استخدم موضوع المقارنة للمقارنة بين شخصين أو شيئين أو مجموعتين ويمكن تحويل الصفة إلى مقارنة باتباع التالي خلني جيهن واحدة وحدة أولا المقارنة بشن أستخدمها؟ أستخدمها مثلا على سبيل المثال لما أريد أقارن بين شخصين شيئين مجموعتين يعني مثلا أنا أريد أقارن بين واحد اسم طاهة واحد اسم علي من حيث الطول فأقول على سبيل المثال طاهة is taller طاهة أطول than من علي حسا سويت جملة مقارنة بين طاهة بين شخص اسم طاهة وشخص اسم علي إذن ذا قارنت بين شخصين أو شيئين أريد أقول على سبيل المثال gold الذهب is more expensive الذهب أكثر غلاء than من من شنو؟ من السلفر من الفضة قارنت بين شيئا اللي هو الذهب والفضة إذن المقارنة تستخدم المقارنة بين شيئين شخصين مجموعتين ويمكن تحويل الصفة إلى مقارنة باتباع التالي لاحظت شغلة tall معناها طويل هذه صفة لكن tall وحدها صفة مجردة صفة عادية لما أريد أستخدمها بالمقارنة لما أريد أقارن بي أنا علي وطاها من حيث الطول لازم هاي الطال اللي هي طويل اللي هي صفة أحولها إلى صفة مقارنة كيف أحول الصفة إلى صفة مقارنة؟ احنا ما أخذيها بالسادة السبتدائي ونأيدها هنا أنا بتفاصيل أكثر إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد نوضيف ER شنو مقطع صوتي واحد أنا ما أعرف شنو يعني مقطع صوتي واحد لازم تعرف أن كل حرف علة أو حرفي علة متتاليات أو ثلاث أحرف علة متتالية ركزوا إيايا حرف أو حرفي علة أو ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين حرفين صحيحين يعتبر مقطع صوتي واحد ما أفتهمت استاذ شون يعني يعني على سبيل المثال كلمة طول طول معناها طويل أريد أسويها صفة مقارنة أتأكد أول شيء هذي كم مقطع؟ حرف العلة وينه؟ حرف الأي طبعا أنت تعرفون حرف العلة الأي والأو واليو والآي والإي أسجل لذلك الملاحظات إيايا هسا حرف العلة الأي محصور بين من وبين من بين التي والأل حرف علة محصور بين صحيحين شا اعتبره؟ اعتبره مقطع صوتي واحد زين عندي حرف علة غيره؟ لا أستاذ ما عندي إذن هاي كلمة طول من مقطع صوتي واحد أضرب لك مثال آخر على سبيل المثال كلمة هذي هذي معناها ثقيل هذي كذلك صفة وينها حرف العلة الأي والأي حرفي علة متتاليات محصورات بين الأي والفي شا اعتبره؟ يعتبر مقطع صوتي واحد عندي غير هن حرف علة؟ لا أستاذ ما عندي إذن هاي كلمة من مقطع صوتي واحد مثال آخر على سبيل المثال كلمة بيوتيفول بيوتيفول معناها جميل جم قطع صوتي؟ أجي أحسب المقاطع الصوتية ركزوا إيايا الإي والأي واليو ثلاث أحرف علة متتالية محصورات بين البي والتي هذا يعتبر مقطع صوتي واحد عندي غيره؟ نعم أستاذ عندي عندي الآي محصور بين الأف والتي هذا مقطع صوتي واحد وعندي ليو محصور بين الأف والأل هذا مقطع صوتي واحد شوفوا السهلانة جم مقطع صارة؟ واحد اثنيا ثلاثة ثلاث مقاطع صوتية للكلمة إذا لازم تعرف تحسب أول شيء المقاطع الصوتية للكلمة سعرفنا شون نحسب المقاطع الصوتية نرجع للشرح شي يقول لي يقول لي إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد نضيف ER في نهاية الصفة يعني أنا حسبت المقطع أو حسبت الصفة مثلا كلمة TOT حسبناها شم مقطع واحد إذا أردت أسويها صفة مقارنة شو نضيف لها نضيف لها ER حسب الملاحظة short قصير كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد عند المقارنة شو أضيف لها؟ أضيف لها ER tall طويل taller أطول short قصير shorter أقصر وهكذا ملاحظة ثانية إذا كانت الصفة من مقطع واحد بعدما نحن 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 في المقطع الصوتي واحد وانتهت بY وقبله صحيح إذا Y قبله صحيح تتحول الY إلى I ونضيف ER ما افتهمت ستاشون يعني يعني مثلا عدي هابي حسبناها قبل شوية كم مقطع؟ مقطع صوتي واحد وانتهت بY وقبل الY حرف صحيح تقلب هذه الY إلى I ونضيف ER فانقلبت الY إلى I وضفنا ER هابي ثقيل هابير أفقل وكذلك مع الهابي سعيد كم مقطع من يحسب ليها؟ هذا حرف الأي محصور بين صحيحين واحد مقطع صوتي واحد تقلب الY إلى I ونضيف ER ليش؟ لأنه انتهت بY قبله حرف صحيح الملاحظة الثالثة إذا كانت الصفة من مقطع واحد وانتهت بحرف ال-E نضيف فقط شنو؟ نضيف فقط حرف ال-R يعني مثلا عندي نايس كم مقطع هذا ال-I محصور بين صحيحين واحد عندي حرف ألا محصور بين صحيحين بعد؟ لا بما أنه من مقطع صوتي واحد أنا نضيف لها ER بس أوقف أستاذ انتهت هي أصلا ب-E يحتاج أن نضيف E ثانية وثم R؟ لا إذا انتهت ب-E فقط نضيف R انتهت ب-E فقط نضيف R نايس لطيف نايسر أكثر ولطافة لارج كبير لارجر أكبر الملاحظة اللي بعدها إذا كانت الصفة من مقطع واحد لا ترى نحن دي نحتي بعدنا كله من مقطع واحد من مقطع واحد من مقطع واحد من مقطع واحد بعدنا ما انتقلنا للمقطعين إذا كانت الصفة من مقطع واحد وانتهت بصحيح واحد قبل علا واحد نضاعف الحرف الأخير ونضيف ER شون يعني؟ يعني مثلا عندي هوت كم مقطع؟ خلنحسبها واحد انتهت بصحيح قبل علا إذا صحيح قبل علا نضاعف الحرف الصحيح اللي هو حرف T شوف سويت أثنين ونضيف ER نضاعف الحرف الصحيح اللي هو الجي ونضيف ER نضاعف الحرف الصحيح اللي هو T ونضيف ER هوت حار هوتر أكثر حرارة بيك كبير بيقر أكبر فت ذو لياقة فتر ذو لياقة أكثر هذا كل الملاحظات المتعلقة إذا كانت الصفة من مقطع صوتي واحد زينستاذ أنا حسبت الصفة وطلعت أكثر من مقطع إذا كانت تتكون من أكثر من مقطع عندها نضيف more قبل الصفة شون يعني؟ يعني مثلا قبل شوية تذكرون البيوتفول شم مقطع ثلاث مقاطع إذا أكثر من مقطع نضيف more قبل الصفة فبيوتفول جميل مور بيوتفول أكثر جمالا intelligent ذكي مور انتليجنت أكثر ذكان expensive غالي مور اكسبنسف أكثر غلان وهكذا فس أرفنا الملاحظات المتعلقة بطريقة تحويل الصفة إلى صفة مقارنة زين ملاحظة شون تجينا بالامتحان؟ طبعا هاي ملاحظة الطريقة اللي تجي بالامتحان نختار صفة المقارنة شون مقارنة يعني؟ يعني ER أو مور إذا جاء بعد الفراغ كلمة ذان هذي كلش مهمة يعني ما افتهمت أستاذ شون؟ يعني هيش تجي بالامتحان؟ ركزوا ياه شون تجي بالامتحان؟ وشون نقدر نجاوب عنا؟ قل لي علي إز فراغ ذان أحمد علي فراغ من أحمد فت ذو لياقة لو فتر ذو لياقة أكثر هسه نجي بما إنه لقيت ذان بعد الفراغ نختار صفة المقارنة شوني يعني صفة المقارنة؟ اللي بيها ER أما بيها ER إذا من مقطع صوتي واحد أو بيها مور إذا كانت أكثر من مقطع فأقول علي إز فتر ذان أحمد علي ذو لياقة أكثر من أحمد مثال آخر The lion is فراغ ذان فوكس Dangerous لو مور دينجرس دينجرس خطير مور دينجرس أكثر وخطورة ش لقيت وراء الفراغ؟ لقيت ذان طبعا هذا حرف الان لقيت ذان بما إنه لقيت ذان بعد الفراغ ش نسوي؟ نخلص صفة المقارنة هذي صفة مقارنة؟ لا لأن ما بيها لا ER ولا مور هذي صفة مقارنة؟ نعم ليش؟ لأن بيها مور صفة المقارنة اللي بيها مور فأقول مور دينجرس الأسد أكثر وخطورة من الفوكس من الثعلب هذا كل ما يخص موضوع المقارنة ببساطة من الممكن أن يجيك بهذه الطريقة بسؤال القواعد أو انتبه لي أنا سابقا إحنا ما أخذيها بسادة استدائي لذلك أنا ما ذكرتها لكن ننبه عليها من الممكن أن يجيني بسؤال الإملاء شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال قل لي بيك فاصلة بقر شوى لها؟ سواها صفة مقارنة شلون أعرفت استاذ سواها صفة مقارنة؟ خلالها إي آر قل لي زيان البيوتفول مثل ما أنا سويت البيك صفة مقارنة سوي البيوتفول صفة مقارنة بس هنا ننتبه لي المقارنة عما إي آر إذا من مقطع صوتي واحد أو مور إذا أكثر من مقطع فهنا لبيوتفول كم مقطع أجل أحسبها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة مقاطع صوتية إذا أكثر من المقطع شو نضيف لها؟ مو تقولون بيوتفول أر تخلوا لها إي آر هذا الشي كلش خطأ ليش؟ إي آر فقط إذا كانت من مقطع صوتي واحد لعشان أخلي لها مور بيوتفول أكثر وجمالا أصبحت مقارنة مثل ما طلب من عندي هذا بسؤال الإملاء وهذا بسؤال القواعد ميزوا بين الصيختين هذا قواعد وهذا إملاء تقدرون أن تسجلوا لملاحظات بالدفتر لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري أو موجودات في المزمة مثل ما وضحناها أثناء الشرح ننتقل إلى تمرير رقم واحد هلال وسامر ظلوا يحثون عن المباراة complete the sentences used in the word and phrases from the box أكمل الجمل انتبهوا إياي باستخدام صفات من الصندوق ملاحظة بما أنه كل الفراغات لاحظوا ورايا كل الفراغات وراها شنو ذان قبل دقيقة ش قلت لكم قلت لكم إذا لقيت ورا الفراغ ذان لازم الفراغ بصفة شنو من صفة صفة مقارنة إذا تلاحظون كل الصفات اللي منطينيها صفات مقارنة هذه بيها إيار هذه بيها إيار هذه بيها إيار وهذا بهنمور إذن مثل ما وضحنا بالملاحظة السابقة هاي أول ملاحظة ثانيا هذا التمرين من الممكن أن يأتي على شكل إسقاطات لكن نادرا لأن أفضل يجيب بسؤال القواعد يعني يجيب لأحد هذه الجمل ويخيرني بأن صفة مجردة وصفة مقارنة وصفة مفاضلة بعدين نأخذ إن شاء الله موضوع المفاضلة هسا حاليا لم يوجد مفاضلة يخيرني بأن صفة مقارنة وصفة مجردة فأنت بما أن لقيت وراء الفراغ ذان لازم تخلي صفة مقارنة يعني على سبيل المثال ذي ران ران ركضوا فراغ ذان أص فراغ منه بتر أفضل منه فاستر أسرع منه نعم هذا أكثر خيار مناسب فأقول لذي ران فاستر ذان أص لقد ركضوا أسرع منه شوف هنانا فاست سريع فاستر أسرع يعني يجيب لي هاي الجملة ويخيرني بأن فاست صفة مجردة وفاستر صفة مقارنة أنت بما أنك لقيت ذان بعد الفراغ راح تختار صفة الفاستر بسعاد القواعد بعد انكمل الجملة ويران فراغ ذان ذام نحن ركضنا فراغ منهم هم أسرع من عدنا إذن إحنا أبطأ من عدهم شن الكلمة المناسبة للفراغ مور سلولي فأقول له مور سلولي ذان ذام نقطة الثانية they are فراغ ذانس هم فراغ مننا شن الكلمة المناسبة للفراغ أكثروا لياقة مننا هم أكثروا لياقة مننا ونحن أقلوا لياقة منهم فأقول مور أنفت نقطة الثالثة they played هم لعبوا بتر هم لعبوا أفضل مننا نحن لعبنا أسوأ منهم فأقول worse worse أسوأ they worked هم عملوا فراغ ذانس هم عملوا فراغ مننا عملوا بجد أكثر فأقول they work harder ذانس هم عملوا بجد أكثر مننا نحن كنا فراغ ذان ذام هم عملوا بجد ونحن كنا أكسل منهم فأقول lazier ذان ذام هذا كل ما يخص التمرين لرقم واحد لكن أكو ملاحظة جدا مهمة تخص هذا التمرين بالإضافة لأنه من الممكن أن يجينا على شكل اسخاطات مثل ما هو أو يجينا على شكل قواعد مثل ما وضحنا أو من الممكن أن يجينا بشكل معاكسات نطلع مجموعة من المعاكسات من هذا التمرين أولا fast معناها سريع عكسها slow بطيء fit ذو لياقة unfit عديم اللياقة good جيد bad سيء better أفضل worse أسوأ hard working مجد lazy كسول هذان المعاكسات تضيفوهن المعاكسات اللي أخذناها ببداية الدرس وهمنا تجيك وين بسؤال الإملاء مثل ما تعودنا كمثال قل لي lazy عكسها hard working عكسها مجد قل لي زين على سبيل المثال fast شنو عكسها لازم أنت تعرف أنه عكس الفاست هي كلمة slow تكتبها بإملاء صحيح لذلك ويجيك بسؤال الإملاء ننتقل إلى المفقر الأخرى شي يقول لي يقول لي descriptions الوصف طلاب هنا نركز ويايا adjectives describe a noun الصفات تصف الأسماء a thing أو الأشياء adverbs describe verb أما الصفات تصف الأفعال or an action أو الأحداث يعني على سبيل المثال we played well لعبنا بشكل جيد هذا ظرف ليش؟ لأن بشكل جيد توصف للفعل they are good team هم فريق جيد الجود جيد هذه الصفة ليش؟ لأن وصفة team وصفة الفريق أسنعنا رح نجي نوضحها بشكل تفصيلي شن الفرق بين الصفات أو شون نوصف شخص معين وشلون نوصف حدث معين عندما نصف شيء أو شخص نتبع القاعدة التالية شو تقول القاعدة؟ احفظوا إياي هاي القاعدة جدا جدا مهمة فاعل زاعدا فعل كينونة شنفعال الكينونة؟ أما is أو are أو am أو was أو where هذا اللي نسميه هنا فعال الكينونة زاعدا أما a أو an لأن أدوات التنكير تجي قبل الإسم المفرد أو the اللي التعريف كذلك تجي قبل الإسم المفرد وتجمع زاعدا صفة زاعدا اسم ما افتهم ستات شون يعني يعني على سبيل المثال أنا دار أردوصف شخص مذكر مذكر عاوض عنه بالضمير هي ففاعل هو هي هو ايش ياخذ فعل كينونة is he is a ليش خليت a احنا نعرف أنه a تأتي قبل الإسم المفرد الذي يبدع بحرف صحيح والآن تأتي قبل الإسم المفرد الذي يبدع بحرف إلا فأقول he is a ليش خليت a لأن بدت بحرف صحيح he is a fit player هو لاعب ذو لياقة شوف هنا أنا قدرت أوصف شخص معين بصفة معينة شنو الصفة اللي استخدمتها fit شنو يعني fit ذو لياقة هذا الولد ذو لياقة أو أرد أوصف ابنية أقول she is شوف فاعل she فعل كينونة is زائدا a ليش a لأن بدت بحرف صحية she is a الصفة شنو healthy هي صحية قال فتاة هي فتاة صحية وصفة ابنية من حيث الصحة استخدمت كلمة healthy صحي اللي هي الصفة أرد أوصف واحد اسمه علي علي هو الفاعل شي ياخذ ياخذ is a clever student هو طالب مشاطر أو طالب مجد قدرت أوصف شخص من حيث هذه القاعدة هسا حاليا نحاول تحفظ القاعدة بعد شوية رح تتعرف شون تجيك بالمتحان و شون تقدر تجاوب عنها هذه إذا أريد أوصف شخص معين أما إذا أرد أوصف العمل الذي قام به شخص من التبقاءات التالية شو تقول تقول فاعل زائدا فعل رئيسي زائدا ضرف حال هنا ننتبه لستاذ شن يعني ظرف حال انتبه جدا لموضوع ظرف الحال هسا كلمة healthy صحي هذه صفة fit ذو لياقة هذه صفة clever شاطر هذه صفة لكن الظرف شنو يمكن أو ظرف الحال هي الصفة التي تصف الفعل أو العمل الذي قام به شخص حيث يمكن تحويل الصفة ركز ويايا إذا أريد أحول الصفة هذه الصفات التي قلنا عنها ببداية إلى ظرف حال بإضافة ال y للصفة كما في الأمثلة التالية شون يعني يعني مثلا bad بشكل سيء هذه صفة أدأ سويها ظرف أصير badly بشكل سيء slow بطيء هذه صفة slowly بشكل بطيء صار الظرف happy سعيد صارت صارت happily بسعادة صار الظرف angry غاضب هذه صفة angry بغضب هذه الظرف فإذا أريد أحول الصفة إلى ظرف نضيف ال y للصفة زين هس عرفنا شن الظرف الحال فاعل فعل رئيسي مثلا he drives carefully هو يقود بحذر شن الفرق شن الفرق بين الصفة والظرف يعني مثلا أقول علي is careful علي شخص حذر من هو الحذر علي هذه صفة الصفة تصف الإسم لكن أقول علي drives carefully علي يقود بحذر كلمة carefully اللي معناها بحذر وصفة علي لا ما وصفة علي العدل من وصفة وصفة العمل الذي قام به علي الفعل الذي قام به علي شنو الفعل drives علي قادة أو ساقة السيارة بحذر إذن الجملة الأولى careful الصفة وصفة علي الجملة الثانية carefully بحذر اللي هي الظرف وصفة العمل الذي قام به علي أو الفعل الذي قام به علي هسا عرفنا أن الصفة تتحول إلى ظرف أو ظرف حال باستخدام الي لكنك بعض الصفات شادة تتحول جذريا مثلا good هذه صفة من أدحولها ظرف ما أقول good لي ما أضيف لها الي وإنما تتحول هذه الشادة لازم تحفظها تصير well fast سريع تبقى على حالها fast سريع بشكل سريع إذن هذه صفات شادة لحد الآن الموضوع شون يجينا بالامتحان على سبيل مثال قل لي bad صارت badly حولتها ضفت لها ال y ضفت لها ال y يعني حولتها إلى ظرف قل لي زين good سوي لي إياها ظرف شو صير لازم تعرف إن الظرف تصير well بسؤال الإملاء إذن اليوم هواي مواضيع متعلقة بالإملاء حاولوا تحفظوها هس عرفنا شون نحول الصفة لازم الظرف حال عرفنا شون نوصف شخص عرفنا شون نتبع أو نوصف الفعل الذي قام به شخص هس نأخذ عمثلة we run slowly نحن ركضنا بشكل بطيء من يقول هاي البشك البطيء وصفتنا إحنا لو وصفة الركض مالتنا أو الفعل الذي قمنا به بما أنه ل هذه ضرف حال ضرف الحال يصف الفعل إذن هي توصف رانا هي تحدثت بسعادة بسعادة وصفتها هي لو وصفت حديث ها لكن لما أقول هي سعيدة من هي السعيدة هي ال هابي وصفت البنت أو وصفت الفاعل لكن الهابي وصفت الفعل الذي قامت به هذه البنت هذا ما يخص شلون نوصف شخص أو الفعل الذي قام به شخص إذا نستاذ شون تجي بالامتحان طبعا هذا الموضوع مبدئيا من الممكن أن يجيك بالامتحان بالطريقة التالية شي يقول لي على سبب المثال he is help full low help fully بمنتهى البساطة بما أن helpful صفة وال health fully ضرف شلون نعرف تستاذ نعرف أن الكلمة اللي بيها ضرف ضرف حال والكلمة اللي ما بيها ال health صفة حس خيرني بين صفة وبين ضرف حال بين صفة وبين ضرف حال فهذه الحالة شلون أتبع القاعدة ما ضرف الحال شبيه لازم قبلها فعل رئيسي والقاعدة ما هذا الصفة لازم نشبيها قبلها فعل كينونة هنا ننتبه ويا شلقيت قبلها فعل كينونة لو فعل رئيسي فعل كينونة إذن أقول هو محب للمساعدة أضرب لك مثال آخر قل هل هل ضرف ضرف حال لازم هاي الصيغة اللي ممكن تجيك في الامتحان أجي مثل ما قال استاذ طاها الصفة اللي بيها الواي هذي ضرف حال اللي ما بيها الواي هاي صفة شلقيت قبل الفراغ ضرف هذا فعل كينونة لو فعل رئيسي هذا فعل رئيسي بما هو يقود بحذر مو هو يقود حذر هو يقود بحذر هذا البيحذر وصفة الفعل مات اللي هو فعل يعني بين قوسين ذلك يتفعل بالجملة لازم تخلي بإلى ظرف حال شنو ظرف الحال الواي وذلك يتفعل كينونة شنو فعل الكينونة قلناها الازو اروا مو زو نختار الصفة اللي ما بيها الواي هذا كل ما يخص موضوع الصفات أو كيف نصف شخص معين أو الفعل الذي قام به شخص معين الآن ننتقل لموضوع آخر اللي هو speaking tip طبعا هو مما أنه قال speaking tip فقرة خاصة بالتحدث إذن هاي تفيد بالامتحان الشفوي لكن بعض الأسات يجيبوها بالامتحان التحريري مثل ما رح نجل نوضح بالدقائق القادمة أنا يكشي يقول لك يقول لك تدرب على قول هذه القياسات منطين قياسات المسافة قياسات الأوقات قياسات الأوزان إلى آخرهم يعني مثلا قياسات المسافة منطين 1.6 M لازم تعرف أنه ال M مختصر مال يا كلمة مال كلمة متر وال KM هاي ما أخذيها بالسادس ال KM هي مختصر مال كيلو متر وهكذا هذن هنا أنا ديري يدربني على قول الكلمات المتعلقة بالقياسات خلنجنا أخذها بالتفصيل أولا لقراءة قياسات المسافات أو قياس المسافات نقرأ الرقم قبل النقطة كاملا ومن ثم نقول point ومن ثم الرقم بعد النقطة كما في المثال الأول من تمرين رقم ثلاثة حيث يقرأ بالطريقة التالية هس فالك ويايا هس أدي شنو رقم قبل النقطة ورقم بعد النقطة هس شي يقول لي يقول لي الرقم نقرأ الرقم قبل النقطة كاملا ومن ثم نقول كلمة point هذا شقد هذا واحد أقول one ومن ثم point نقرأ الرقم كاملا ومن ثم نقول كلمة point ومن ثم الرقم بعد النقطة هذا ستة فأقول six وراها الام لازم أعرف ان الام مختصر ما لشنو ما المتر فأقول متر تقرأ بهذه الطريقة one point six متر اللي بعدها قراءة القياسات الوقت هل نقرأة قياسات المسافات هل نقرأ قياسات الوقت لازم نعرف اختصارات ان ال HRS مختصر ما hours ساعات ال MINS مختصر ما minutes دقائق والSEC مختصر ما seconds ثواني فنقول 10 point 27 seconds 19 32 19 point 32 seconds وهكذا مع البقية عرفنا شون نقرأ قياسات الوقت والساعات والآن نقرأ قياسات الأوزان بنفس الطريقة لازم تعرف اختصار G مختصر مال جرام وال KG مختصر مال كيلو جرام طبعا أهم شي بهذا الموضوع هو معرفة الاختصارات لازم تعرف ان G مختصر مال جرام KG مختصر مال كيلو جرام وتجيك مثل ما بالسادس ابتدائي على سبيل المثال شي يقول HRS هو KM مختصر مال شنو يجب أن تكتب لك كيلو متر هذا هم من السؤال الملاء يضاف لأسئلة الملاء التي خذناها من بداية الدرس وحتى الآن ننتقل الى نتمرير رقم 5 لكاث بكترز انظر الى الصور وقل بالاخبار عن القصة تقول جين ركضت لمدة 12.5 ثانية وماري ركضت لمدة 13.2 ثواني وهكذا جين 1.4 متر ماري 1.45 متر وهكذا وراها من خلال الصورة بلش وذي يتغدون وشاف واحد يحتاج مساعدة كاتب يقول لك حاول تتخيل القصة وتخبرها الزملائك او تخبرها بداخل الصف هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي وراها نفس الطريقة راحا هذا البنات الغرب ودنا على الساحل يقول لي now write the story الآن انت حاول تكتب هذه القصة فهو كاتب لي او منطيني ببداية فرست the girl run 100 متر الفتيات رقضا لمئة متر ماري لوست بالبداية ماري خسرت كانت ابطئ من جين ثم قاموا بالقفز مثلا اقول لي على سبيل مثال ثم بدأوا بالوجبة الغداء ومن ثم they saw رأوا a boy رأوا ولد who was about to drone كان على وشك ان يغرق they helped him هما ساعدو and saved him وانقذوه الى آخره مجرد يحاول الطالب يتخيل هذه القصة ويخبرها الزملاء كنشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي هذا كل ما يخص درسنا لحضر اليوم لاحظنا انه درس غني جدا بالمعلومات اغلب المعلومات مال هذا الدرس متعلقة بسؤال الاملاء اخذنا الاختصارات مال القياسات اخذنا المعاكسات اخذنا المعاكسات اللي بداية الدرس اخذنا طريقة تحويل الصفة الى مقارنة اخذنا طريقة تحويل الصفة الى ظروف حال كلهم ذني انشطة متعلقات بالاملاء تجيك بسؤال الاملاء بالامتحان التحريري اما بالسؤال حريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. اي سؤال او سبسارة وضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوا على حسابات الموجودة اسفل الفيديو في الوصف.